وسائل أعلى من روسيا رسميا نقلت عن نائبي وزير الخارجية سيرجي رياب كوف قوله أن روسيا ستعمل على الخروج برد عسكري على خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا واكدا أن قرار نشر صواريخ في ألمانيا يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا وقالت الولايات المتحدة وألمانيا في بيان المشترك أمس الأربعاء إنهما ستبدأني في نشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا في 2026 ليظهري التزامهما باتجاه الدفاع مع حلفة شمال الأطلسي وأوروبا